أجمعت الفصائل الفلسطينية على فقدها لرمز من رموز المقاومة للكيان الصيوني سمير القنطار بعملية الاغتيال التي استهدفت القنطار من الجولان المحتل وأكدت الفصائل أن هذه النهاية المشرفة لعميد الأسرة لن يزيدها إلا ثباتاً في مواجهة الكيان الإسرائيلي وعربدته ومواصلة المقاومة حتى تحرير فلسطين تنديد واسع بين الفلسطينيين شعبياً وسياسياً لاغتيال القائد الكبير في المقاومة اللبنانية سمير القنطار الفصائل وصفت العملية بالجريمة النكرة التي لن تزيد المقاومة إلا إسراراً على مواصلة ذات الضرب الذي اختاره القنطار أسيراً وشهيداً ضرب بوصلته القدس ما كان لهذا الرجل أن يغتال بهذه الطريقة من قبل كيان العدو إلا أنه آلمهم كثيراً حتى في اللحظات الأخيرة قبل استشهاده وهذا دليل قاطع على أن بوصلت سمير القنطار لا زالت نحو فلسطين بيانان منفصلان لحركة حماس وذراعها العسكري كتائب القسام دعيا إلى تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته اتجاه وقف العربدة الإسرائيلية لكن قيال القنطار يتجاوز الجوانب السياسية بالنسبة للمحرر الفلسطيني جابريو شاح والذي يحتفظ بذكريات وطنية مع الشهيد الذي اعتقل معه لعشرات السنين استشهاد سمير يعبر عن مدى عم هذه القضية القومية العربية قضية فلسطين الساكنة في وجدان وفي قلب كل الأحرار العرب وإسرار سمير على الاستبرار في النضام من أجل فلسطين حتى بعد تحرره يؤكد أن هذه الأمة لا زال بها خيرون نحن في هذه اللحظة نعبر عن الحزن والأسى لهذا المناضل استشهاد هذا المناضل الكبير سمير القنطار أنا شخصيا عايشته داخل السجون وتحديدا في سجن عسقلان وعرفت مزايا هذا الشخص الذي تميز دوما بالعمق وتميز دوما بالانتماء الأصيل للعروبة ولفلسطين لأجل فلسطين قضى الشهيد القنطار زهرة شبابه أسيرا ومن أجلها رحل شهيدا رحيل لن يمر من دون رد موجع لكيان العدو يمكن أن يكون هناك رد لكن لا نستطيع بالضبط أن نحدد كيف سيكون الرد وأين لكن عمليا هذا صراع مفتوح وجرت العادة أن يكون هناك رد على مثل هذه العمليات المقاومة الفلسطينية والمقاومة بشكل عام هي جاهزة للرد على كامل جرائم الاحتلال الصهيوني رسالتنا إلى المقاومة اللبنانية وأن نحن وإياكم على جبهة واحدة لتحرير كامل فلسطين حزن كبير بين الفلسطينيين لفقدان المقاومة ركنا أساسيا لكن عزائهم في إسرار من بعده على مواصلة المقاومة حتى تحرير فلسطين الأسر في فلسطين المحتلة والحرية كانت في لبنان والشهادة في سوريا وما بين الأسر والحرية والشهادة تبقى القدس هي البوصلة وفلسطين القضية غدا خالد لتلفزيون الكوت قطاع غزة